بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معاكو استاذ وليدي المعداوي من جي اف اكس اكاديمي لوت نت الحقيقة الموضوع النهاردة او موضوع الفيديو ده مهم جدا جدا بالنسبة لاي متدق او بالنسبة لاي واحد داخل في المجال جديد في اسئلة شائعة اجنبية وعربية نفس السؤال دايما يتسئل يقول ايه الفرق بين برامج السري دي ممكن اي حد بيشوف البرامج السري دي بتستهواء قوي لانها بتبقى اا اقرب الى الواقع بس بيحتار شوية انه يختار ايه طب سينما فردي مايا مكتب ايه طيب انهي واحد يناسبني وانهي واحد يقدر يديني اللي انا عايزه انهي واحد ممكن اقدر اتعلمه بسرعة ولك والله عشان تجاوب السؤال ده لازم تعرف امكانيات كل برنامج وكل برنامج ممكن توجهه ايه ونقطة قوته ونقطة ضعفه عشان تقدر تحدد بالزبط الطريق بتاعك غير انك ممكن في الاول خالص قبل كل ده لازم تحدد دماغك ماشي ازاي انت عايز ايه هدفك ايه وده ده انا بقوله من الاول يعني اول حاجة لازم تعرف هدفك تاني حاجة لازم تعرف بانت طالما عرفت هدفك هتعمل ايه بقى توظف الهدف ازاي وايه الادوات اللي تساعدك انك توصل لهدفك وبسرعة كيفية تحدد الهدف ده حاجة مهمة جدا وانت بتتفرج على الاعمال اللي عجبتك وكررت من خلال رؤيتك لها واعجبك لها انك تخش المجال في كزا مجال اول حاجة مجال المعمار اللي هو الديجتال على الكمبيوتر يعني المجال ده متميز فيه جدا برامج عن برامج انا عايز اقول لك قاعدة عامة وثابتة ان كل برامج السري دي تطلع نفس الشغل تمام هتشتغل معماري تطلع لك معماري هتشتغل كرتون هتشتغل شخصيات هتشتغل animation كله بيطلع نفس الشغل بس فيه برنامج عن برنامج بيفرق في شوية حاجات بسيطة الحقيقة السؤال ده صعب صعب ايه برنامج السينما احسن ولا الماكس احسن ولا المية يعني سؤال غير متوافق مع بعضه ازاي الماكس او شغل ماكس هيشتغل لك كرتون وهاشتغل لك معمار وهيشتغل لك اللي انت عايزه كله واعمل لك اي حاجة الماكس نفس النظام اللي اللي اقصد اللي المايا نفس نظام السينما نفس النظام اللايت ويف كل المرامج هتطلع لك كل حاجة طيب يبقى الفرق هو عندك انت يبقى الهدف اللي انت هتحدده هو اللي هيزبط لك البرنامج اللي انت محتاجه يعني حدد هدفك الاول وبعدين نشوف مميزات البرامج اول برنامج هو الماكس تعال نشوف مميزاته كده ده الماكس ودي الانترفيز بتاعته مميزات الماكس عن باقية البرامج انه اكثر شعبية most popular الكل بيشتغل فيه اي ديزاينر اي ديزاينر المفهود بقى عنده فكرة عن الماكس ليه؟ لان الماكس فيه ادوات كتير وهو اقدم برنامج يعتبر يعني اقدم برنامج عملته شركة اوتو ديسك وهو اشهر برنامج معروف على المستوى البرامج السري دي البرنامج ده ممكن يعمل لك اي حاجة في الدنيا زيه 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 اي برنامج تاني طب ايه الميزة اللي فيه اول حاجة الميزة اللي فيه انه ناس كتير قوي بتستخدمه يعني لو سألت اي حد عامل ايه واستشارته في اي معلومة زي ما انت عايز فاذا استخدام السري دي ماكس هو الموست بيبدر عند الناس او الاكثر شيوعا عند الناس والاكثر سهولة طالما سوفتوير او منتج طلع والناس كتير استخدمته يبقى هو خلاص تعوده عليه وبقى سهل تالت حاجة الرسورس بتاعته كتير المصادر بتاعته لو دورت على النت تعليم اي حاجة تبصت اول حاجة فيها ظهرت لك الماكس يعني لو عايز تعمل شخصية تعمل هوتو مثلا كريات كارتون كاركتر هتبص لقي الماكس على طول تاني حاجة الماكس المعمار بالذات الماكس بتميز فيه يبقى من مميزات البرنامج الماكس انه المعمار مميز جدا جدا فيه طب ليش معنى بقى المعمار اقول لك عشان ادوات المودلينج كتير جدا جدا اكتر حاجة مميزة السريدي ماكس او سريدي استوديو ماكس هي هو المودلينج وحش مودلينج يعمل لك اي حاجة تتخيلها روبوت يعمل لك بيت يعمل لك شخصية يعمل لك اي حاجة بس اتقن المودلينج اللي فيه ده اللي بيميزه عن غيره قوة فعلا للماكس في الثلاث حاجات المودلينج الرندر كوي جدا عنده اختياراته كتير الاضاءة الاضاءة فيه ممتاز نظام الاضاءة فيه ممتاز كويس جدا المنتر ري كويس جدا الفي ري كويس اوي يبقى دي مميزات الماكس بيتميز في المعمار بيتميز في المودلينج لو عايزت انت عجبك الشغل المعماري انت بتبدأ تخش على الماكس ما تخش على حاجة تانية اه هيعمل لك كل برامج نفس الحاجة بس ادوات الماكس والتولز اللي جواي بتاعت المودلينج هتوفر عليك وهتساعدك كتير اوي 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 نيجي على برنامج الماكس ايه هي هو المميزات اللي جواه البرنامج اللي تخليني اتجه لي يقولك والله حسب هدفك تاني نفس النقطة اللي قلتها قبل كده والله لو هدفك الافلام السينمائية او العرض على السينما او افلام الكارتون او الانيميشن التلاتة دول افلام كارتون افلام برودكشن افلام برودكشن هاي السيري دي زي هالك والافاتار والحاجات دي او الانيميشن عموما التحريك عموما بتخش على المايا على طول ليش معنى المايا عندك ده الانترفيس بتاعه هو برنامج قوي جدا ويمكن اقوى ميزة فيه هو حيثة الانيميشن والتعامل مع التايملاين والكيز اللي فيه الكيز اللي فيه عالي قوي تعامله مع الكاراكتر عالي قوي فيه بلاجنز يعني مخصوصة للكاراكتر حيثة الانيميشن فيه عالي قوي ما تقرنوش بقى وتيجي تقرنو وتيجي تقرنو وتقرن بين بينه وبين الماكس او بينه وبين حاجة نقولك لا ما في معلش في الانيميشن لا معلش ما فيش مقام فكل برنامج من دول بيتخصص في حاجة وبيتميش شوية لحاجة لكن في النهاية كله بيطلع تقريبا نفس الشغل لو انت معجب قوي بافلام الكارتون والشخصيات والتحريك والافلام والانيميشن والحاجات دي يخش على المايا وانت مغمض ليه عشان الاسباب اللي احنا قلناها الريندر انجين اللي جوه المايا قوي جدا الرياليستيك خد بقاك دي كلها وميزات الرياليستيك بتاعة المايا اقوى من الماكس واقوى من اي برنامج تاني الرياليستيك مش هتكلم عن زيت برش زيت برش ده مودلينج ده اعلى حاجة في الرياليستيك تمام بس اننا بتتكلم عن علاقة توتل لما تطلع فيلم او فيلم او فيلم كارتون او animesion بتطلع الرياليستيك عالية قوي في المايا معروف تمام طب ايه هي اللي بيميز بين المايا و الماكس قل لك والله الماكس الانيميشن اللي فيه طلعلكしょうكت Mindills حلو اول ليه لان الماكسس كريبت والحاجات دي والانيميشن اللي فيه يزبط لك حتة الجيمز جدا جميل. حتى معظم كورسات الجيمز او دورات الجيمز اللي برة على برنامج الماكس. معظمها على برنامج الماكس. اوكي يعني لازم يكون انت راجل بتشتغل على الماكس عشان تبدأ تخش على الجيمز. طبعا الجيمز انجن بعد حاجات تانية. اه لو انت عايز تخش في الموضوع. نبقى نتكلم فيه بعد كده ما فيش مش جدا موضوع تاني. المايا زي ما احنا خلاص عرفنا. ايه عيوب المايا? والله عيوب المايا انه في العالم العربي. هنتكلم في العالم العربي بقى. ما فيش ناس كتير بتشتغل فيه. يعني كل برنامج انا باخده مميزات وعيوب. قلنا المميزات دخلتها لعيوبة. عيوبه انه في العالم العربي قليل لاستخدام شوية. ليه قليل استخدام? لان المجال المتخصص فيه اوي والمميز في اوي قليل في العالم العربي. اللي هو ايه? الافلام. لسه قلناها البرودوكشن. افاتار. هالك. باندا. الحاجات دي كلها. انت عندك هنا او المحركين ما يطلعوش. او الشركات ما طلعش حاجة بالكوالي ده. افلام الكارتون عموما انت ما عندكش هنا يعتبر في العالم العربي افلام كارتون. انا بكرم بره. يعني انت عندك اه بس المستوى مش زي بره خالص. ولا الكواليتي. تمام? فانت اذا انت عندك مفيش. اه المميزات بتاعت البرنامج انت مش هتستغلها هنا. فالطبيعي جدا انت ايه? مش مستغل البرنامج ده ولا هتستخدمه. قليل اللي بستخدم برنامج الماية في وانا عايز اقول لهم الناس دي قال لهم انتو اختياركو صح. لو هتحرك. خش على الماية وانت مستريح ومتطمن. ليه? عندك حاجات كتير قوي. وحاجات يعني حتة كيف رام دي او الكيز اللي بتنزل على الطايم لاين قوي جدا. اوكي? طيب. خدنا الماكس والماية. استنما بقى. استنما داخل بقوة. اه برنامج من مميزاته انه انه سهل الاستخدام خفيف. الرندر انجن بتاعه سريع وخفيف برضو. الديناميكس اللي فيه قوي جدا. ما تقرنوش وبين في الديناميكس. يعني اقوى حاجة للسينما. الديناميكس فيه. ايه هو الديناميكس? اقول لك التفاعلات اللي هي اللي تتماط والحاجات اللي بتقع وتتكسر والحاجات اه. دي كلها قوي جدا في السينما. عن الماية والماكس. يعني معنى كده ان الماية والماكس ما يطلعش. لا يطلع بس هتلف لفة كبيرة. ليه? لان الماكس والماية او الماكس او الماية بس الواحده مش متخصص اوي في الحتة دي. لا. ده انت السينما يعني نشوف كل برنامي هم حتى كفكرة تسوقية لما تيجي تعمل منتج. اي منتج. ما انت صاحب شركة او صاحب اي مصنع. بتقول انا عايز اعمل منتج ده. بس والله ده فيه زيه. طب انا ايه اللي هيميزني عن غيري يخلي الناس تشتريه. الناس دي بتفكر بالطريقة دي. الماكس تخصص في حاجة قوية جدا وباقي الحاجات يعملها. الماية تخصص بحاجة تانية. خد بالك ده كلها نفس الشركات. او لو عمل لك برنامج يعمل كل حاجة خلاص وهو هيحرق البرامج التانية مش هيبيع. نفس الحكاية في السينما. يطلع لك كل حاجة مفيش اي مشكلة معي. بس لو جيت تقول خش بقى على حتة الموديلينج والانيميشن والكلام ده. هتلاقي نفسك في في الماية احلى. في الماية احسن وتولز اكتر. طب الموديلينج هتبصت لقي الماكسيمي تديك تولز بالعبيد كتير. وكلها احسن من بعض. اما السينما هتخش على الديناميكس وانت مغمض. طب الديناميكس ده بينفع في ايه? اه ده بينفع قوي في حتة الموشن جرافيك. الموشن جرافيك. يعني ايه لو انت مش عارف? الموشن جرافيك لازمة في واصل القنوات المقدمات اللي هي الفيديو. الحاجات دي كلها بينفع فيها زي مقدمة اه مسلا نشط اخبار الجزيرة. لو انت بتشوفها الجزيرة الرياضية. الجزيرة وسائقية. تبصت لقي في انترو كده مميزة لكل لكل قناة في الدنيا. اي قناة تلاقي في انترو مميزة. كل انترو هات اسمها مماشا. بيبقى في تفاعلات كرة بتلف وتدور وبتطلع وتطلع منها حاجة وبتخش منها حاجة. وانت تتفكك وبعدين حاجة بتخش. كلام ده كله السينما مميز فيه جدا جدا جدا. عاية تشتغل خش على السينما. وخد شوية ماكس. خد شوية ماكس معاك. برضو ليه? ليه خد شوية ماكس? عشان ماكس اخد بالك انا قلت في الاول ايه? ان هو اكسر شعبية. ما فيش كناة ما فيش حتة ما بيشتغلش فيها المكس. هتلاقي المكس اللي ازي في العالم معرفة. تمام? يبقى ده مميزات السينما. طب ايه عيوب السينما زي ما اخدنا عيوب المكس والماية. والمميزات هناخد عيوب السينما. عيوب السينما ان شوية الواجهة. ده الانترفيز بتاع السينما. طعم ومميزات شايف يعني انترفيز سهلة مريحة. خفيف برنامج خفيف لما تيجي تشغله بيشتغل معك على طول لما تيجي ترندر تلاقي سريع. برنامج حلو. برنامج حلو. لزيزي. اه طلع جديد والشركة بصراحة اللي عاملها. عاملة فيه شغلة حلوة قوي قوي. اه حتة العيوب بقى ان الوجهة الى يعني ناس بتقول لحد ما مش وقعية قوي يعني تحس انها كارتون او بلاستيك كده كارتونش شوية او اه تودي شوية. تمام? ودي يمكن هما عاملينها وقصدينها كده لان هي خفيفة فعلا. يعني ما تيجي تعمل اي قوائم. بتبص تلاقي قوائم فعلا خفيفة عن اي برنامج تاني. وده برضو من من زكاء الشركة. اوكي? اه غير شائع الاستخدام قوي. يعني دي عيوب برضو. عيب من عيوبه. انه غير شائع الاستخدام قوي. ليه? لان مش كتير برضو في العالم العربي متخصصين في حتة الموشن. ودي اقوى حتة هو مميز فيها. مش كتير. يعني القنوات دلوقتي بدأت فعلا تشتغل بالسينما. السينما فور دي والماكس. اللي تن مع بعض. السينما فور دي مكتح شوية حتة الموشن والقنوات. بدأت تشتغل كتير قوي بالسينما. لان حتة الديناميكس فيه زي ما احنا قلنا ايه? سهلة. وقوية جدا وميزة عن اي برنامج تاني. اه من العيوب برضو المستخدمين فيه قليلين شوية. في العالم العربي. ليه? لان بالقزب اللي احنا قلناها. اخر حاجة لانه حديث شوية والمصادر فيه برضو مش كتيرة. اوكي? فانت انت قيم بقى شغلك وشوف انت هدفك ايه? بعد ما عرفت انت مميزات التلات برامج دول هتبدأ من دلوقتي تحط رجلك على هدفك الحقيقي. والله دماغك رايحة على شغل القنوات والخدعة السينماعية والحاجات دي كلها. بالنسبة الخدعة السينماعية انا يعني عايز اتكلم على برنامج الافتر. انا مش مستطبه الحقيقة لانه ما بشتغلش افتر. برنامج الافتر افكت. لو انت عايز تشتغل شغل طبعا اساسي رقم واحد كده على طول انت مغمط برنامج الافتر افكت. ومعه برنامج مكمل سري دي واللي هو رقم واحد الماكس. ليه? آآ اسف السينما. ليه? لانك انت شغال موشن واحنا اتكلمنا على الموضوع ده مش هتكرر فيك كلام. هتشتغل فاصل قنوات موشن افتر افكت السينما فور دي وشوية ماكس. هتشتغل معماري خش عطول على الماكس. الماكس والفوتوشوب. اوكي? دايما فيه برنامج اساسي وبرنامج مكمل. هتشتغل خش على المايا. خش على المايا. لو برنامج لو انا مسلا الراجل محرق كرتون وبحب التحريق كده. من الاخر كده خش على المايا وبرضو شوية ماكس. ليه? لان بتاعنا مين? الماكس. بالنسبة للسوق. بالنسبة للسوق العمل. آآ افتر. انا بالكلام دلوقتي على برنامج آآ برامج السري دي انا مش هخش في حتة تانية. قنوات ده اساسي افتر. وبالنسبة لبرامج المونتاج الفاينال كات والبريمير. بعض البرامج دلوقتي بيشتغل بالبريمير في دول خليج ومصر برضو. تمام? يبقى بالنسبة لبرامج السري دي. لما خلينا في الموضوع السوق العمل يبقى عندك. في بالنسبة للشركات الانيميشن كارتون كلام ده اعتقد ان في شركة او اتنين بس هنا في مصر انا عارف سوق مصر ما عارفش حتة تانية. واعتقد اعتقد يعني ان معظم ده انا بقى اتكلمه ده على العالم العربي. آآ بالنسبة للكارتون والبرودكشن. المعظم شغل ماكس. خمسة وتعين في المية ماكس. عشان كده بقول لك هو اكثر شعبية. بعض الشركات شغلة مايا. في موضوع الانيميشن. بالنسبة للموضوع المعمار. وده مكتاح ده هو الخليج ومصر. ده العالم العربي عموان. بس ده الخليج بالذات. ده ماكس. المعمار تشتغل على برنامج ومعها برنامج المكمل الفوتوشوب عشان تعرف تعمل خماتك وتعرف تعمل زبط صورك. امكانية العمل كزا برنامج ببعض اقول لك يا ريت. شوف البرنامج اللي انت عندك اساسي في مجالك بعد ما وضحنا الكلام ده كله خلاص انت بدأت تفهم بقى الموضوع. وتشوف انت اعتقد. والله هتشتغل آآ موشن بخد لك الافتر معاه. والسينما. وخد فكرة عن الماكس. الماكس هتلاقي في كل حاجة على فكرة. هتشتغل برضو في الكرتون. اشتغل ماكس لانك في العالم العربي. واخد فكرة عن المية كويسة. لو انت راجل موديلر. لو انت راجل موديلر بتعمل كله شغال ماكس. كل في العالم العربي شغال ماكس. وشوية ماي. تمام? لو انت شغال راجل بتحرك شخصيات خش على المايا. وخش على برضو يبقى هو المايا المفروض هو رقم واحد في العالم. بس نظر اللي احنا بنشتغل حسب السوق وحسب ما انت راجل عايز تشتغل يبقى خش على الماكس. خلاص يبقى هو الماكس في كل حاجة. بس طبعا بيتميز بحاجات وليه عيوب في حاجات وليه وميزات في حاجات واحنا اتكلنا في المعلقة ده. اتمنى اتمنى ان انا اكون قدرت اشرح وقدر توضح فكرة التعامل مع البرنامج والفوارق بينهم وازاي تختار هدفك وتحددوه. ان شاء الله بازن الله اقدر اعمل فيديو قريب عن حتة بقى الكارتون لان فعلا الناس هنا في في مصر بالزات بدأوا يتجهوا لحتة موضوع الكارتون لامكانيات البرنامج من جوة ازاي ساعدها في كارتون ايه انواع الكارتون وايه الحاجات دي كلها ان شاء الله بإذن الله في الفيديو السلام عليكم